النجم تقدم ووقف فوق حيث كان الصبي فرحوا مكتوب فرحا عظيما جدا لأنه مسافي طويلة وعناء الصفر فخروا وسجدوا وقدموا هدايا ذهب ولبان ومر الذهب طبعا هي هدية الملوك فيرمز للملك يسوع رمز لمجده وسلطانه أيضا اللبان هو صلوات القديسين بيتكلم عن كماله الإنساني بيتكلم عن البخور وعادة البخور تقدم للإله فهو الله الذي ظهر في الجسد فهذا البخور كان يقدم للرب يسوع المسيح والمر أحبائي هو الحنوط اللي بتتكلم عن كفن المسيح وهذا هو جوهر العبادة فالعبادة سجدوا للمسيح الملك بكل الوظائف كملك وكاهن ونبي وأيضا يعني كإنسان كامل وكديان أحبائي كل هذه المواصفات اجتمعت من خلال هدايا المجوثة وبعد ما سجدوا للطفل للملك يسوع أوحي إليهم كمان بحلم تركوا بيت لحم وذهبوا في طريق تاني يعني ما رجعوا إلى أورشليم حيث هيرودوس تركوا بيت لحم وراجعوا إلى بلادهم فرحين متشرفين في زيارة الملك يسوع وسجدوا له وهذا أكيد أثر على حياتهم وكان له تأثير كبير على بقية عمرهم فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا لهم ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومر ثم إذ أوحي لهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودوس انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم ترجمة نانسي قنقر